حبوب فروة الرأس يعني تعتبر إحدى المشاكل الجلدية واسعة الانتشار كما أنها تعد من المشاكل المزعجة مما تسببه من آلام وحكة دائمة لفروة الرأس يعني سنتحدث بتفصيل حول أسباب ظهور هذه الحبوب وطرق علاجها بخلطات طبيعية مع ضيفتنا في الأستوديو أخصائية التجميل سندس عمر أهلا وسهلا فيك سندس الله يسعدك أهلا فيكم بداية سندس خلينا نحكي شو أسباب ظهور حبوب فروة الرأس هلا بالنسبة لفروة الرأس والحبوب اللي بتطلع فيها هو مرض جلدي بس أكيد هو مرض لازم ننبه أنه ما نوم عدي يعني ما بنعدي من شخص ولا آخر ولا بنتقل من شخص ولا آخر من أحد أسبابه يكون يمكن وراثية أحد أسبابه خربطت هرمونية خربطة الهرمونية أحد أسبابه لما بتكون فروة الرأس كتير زيتية وما عم نحاول أنه نسيطر على الزيوت الموجودة فيها أو نستخدم المناسب من الشامبويات المنظفة القوية فالزيوت هاي كلها بتعمل حبوب كمان من ضمن أسبابه كمان أنه بيكون عندك التوتر النفسي والتفكير الزايد بتسوي هاي الحبوب وخصة إذا كان فيه عصبية نوع من العصبية كلها بتسبب الحبوب هاي عندك كمان أنه عدم تنظيف فروة الرأس كويس يعني مش معناته أنه وساخة بس أنه عدم تنظيفها من الزهم أو الزيوت الموجودة هاي كلها بتخلي البكتيريا تتراكم بتشتغل شغلة وتسوي هاي الحبوب وبالتالي يصير فيه عندك نوع من الحكة والحبوب والقشور الرطوبة طبعا بتكتر هاي الحبوب ايه الرطوبة جدا عندك كمان أنه التعرق الزايد اللي شخص اللي بتعرق جدا بتحسي أنه صارت خصة في بعض الأشخاص بتعرقوا من منطقة الأفهة يعني الرأبة تحسي دائما هونيك عندهم تحسس ودائما عندهم التهاب هديك الأماكن سبب التعرق الزايد كمان عندك إحدى أسبابها بتكون مرضية مثلا قلة المناعة يكون فيه مثلا جدري مائي للأطفال الصغار هاي كلها ياتها أسباب يعني داخلية ما خاصة بالخارجيات فبس هو بيكون أول نقطة أنه نحن منحكي أنه اللي منقدر نسيطر عليه هو السلوكيات أكثر الشي يعني التصرفات مع هاي الأصص مثل يعني أنه استخدام الشامبو المناسب مثل التنظيف المزبوط للفروة الراس وخصة إذا كانت البشرة أو الفروة ذهنية لأنه الدهون الزايدة يعني معناته وعدم تنظيفها معناته أنه لازم يصير في بقرة للبكتيريا فمي وعرق وزيوت هاي كلها ياتها بتنتج أنه يصير في هاي الحبوب طب لو تخبرينا سندوس عن شكل هاي الحبوب لحتى نعرف نفرقها مثلا بينها وبين أي شكل آخر مثل الأكزيما وما إلى ذلك هاي الحبوب بيكون عدة أشكال أو عدة يعني مناظر لإله عندك أول شكل لإله يمكن يكون مثل حبوب البشرة حب الشباب بتكون نفسها نفس حب الشباب هلا هي مو مرتبطة أنه لازم يكون شب الشخص أو مراهق علشان تطلع بس كمان فترة المراهقة والشباب بتكون زيادة احتمال أنه تكون من كتر ما فيه توتر أنه في حبوب البشرة تكون كمان فيه في فروة الراس مثل ما بيكون في الأكتاف وفي الظهر نفس الإشي هاي بتكون سببها الأساسي هاي الحبوب اللي بتكون بسبب بتشبه حبوب الشباب هاي سببها الأساسي هي الدهون الزايدة المتراكمة عندك كمان فيه بعض الحبوب بتكون على شكل مصاحب للقشور هاي مو حبوب بتكون يعني سطح أحمر يكون فيه قشور عبي طلع قشور ما فينا نقول أنه هاي حبة وهاي حبة بس مساحة حمرة كلاياتها ومنفس الوقت فيه قشور يعني عبتطلع منها قشور هاي فينا نقول عن بتشبه الأكزيمة أو الصدفية هاي بتكون يعني نوع من الحبوب اللي بيكون سببه الاضطراب النفسي أكتر إشي يعني عندك الحبوب اللي بتكون فيه خراج الحبوب هاي بتلاقي فيه مية صفرة بتطلع لما بتحكي أو إنك بتتعاملي معها بقساوة بتحسي أنه هي هلا هاي مو مؤذية وهي يعني بالذات بتمشي لحالة بتلتهب وبتاخد يعني دورة الحياة تبعيتها وبتمشي بعدين بتنتهي بس إنه نحن فينا نسيطر عليها من ناحية أنه دائماً المكان يكون نظيف ما نخلي إنه يكون فيه أي نوع من البقرة بكتيريا يصير فيه حب نوع تاني فهيك بتكون هاي أشكال الحبوب تقريباً نعم طب من أعراضها المعروفة هي الآلام والحكة فيه أعراض أخرى ممكن يعني تعرفنا يعني أنه أول شغلة أنه أنت لما بتمشت شعر راسك بتحسي إنه فيه وجه عند البصيلات النقطة التانية إنه إنه فيه التهاب يعني إنه ملتهب البصيلات هي لعب تسبب هاي الحبوب عندك كمان إنه غير إنه الحكة الزايدة إنه القشور يتطلع بأدفيرك لما بتحكي أو إنك تشوفي نترة القشور احتمال كمان إنه يكون يعني تقصف وضعف بالشعر قصة عند السيدات إذا كانوا مصابين بهاي الحبوب بتلاقي إنه شعرهم بدأ ينكمش يعني ما عاد مثل أول مثلاً أنه يعني سميك وكثيف بتلاقي إنه صار فيه والشعرهم متقصف الأطراف متقصفة وبتتلف الشعرها بتتلف بتحسيها صارت بنيتة ضعيفة جداً في حال إذا تراكمت ومنحل الموضوع نعم طيب لو تخبرين عن أي طرق وقائية ممكن نتقلل قدر الإمكان من ظهور هاي الحبوب أول طريقة للوقاية أو إنه نحن ما نتعرض لها الموضوع إنه نخفف التعرق الزايد ونخفف الزيوت الزايدة يعني كانت بشرتك أنت مصابة ببشرة دهنية جداً وإنتي ومعندك مشكلة التعرق الزايد لازم المفروض إنه نحن دائماً نكون عندنا أي شيء منستخدم ومن المنظفات تكون منظفات قوية جداً في حال إنه إذا كانت إحنا ما عم نقدر نستخدم المنظفات القوية فينا نستخدم أي خلطات تبعية هلأ نحكي عنها بعد شوي هاي كل ياتها بتصير تنظيف قوي لفروة الراس عندك الشامبو المنظف القوي اللي بيكون خالي من المواد الكيميائية اللي هلأ نحن بنوصفه دائماً بعد معالجات الشعر هذا جداً رائع إنه يخفف من نسبة الزيوت المتراكمة عند بصيلات الشعر لأنه تراكم الزيوت هذا والزهم عند بصيلات الشعر هي اللي بتخلي هاي الحبوب تكتر وتزيد عندك كمان من النقاط المهمة إنه نحن إذا حسنا نقدر نخفف عن التوتر النفسي اللي عنا أو إنه في عنا أي مشكلة داخلية أو أي لأنه هاي كلها بتسبب لأنه تزود ليش هلأ دائماً منقول حتى حبوب الشباب إذا كانت البنت بتظل تفكر فيهم بيزيدوا هل ياتهملون شوي بيقلوا ما بيظلوا هاي نفس الفكرة يعني هاي كلها ياتها توتر نفسي النقاط الباقي إنه يكون في عنا غذاء صحي متوازن يكون عنا أكلات متنوعة فيها معادن وفيها العناصر الغذائية الكاملة الخضرة والفواكه هاي كتير كويسة فيها مضادات أكسدة عالية فهي بالأول والأخير تأكسد هذه الأماكن في عندك كمان نقطة التعرق حكيت عنها ويفضل دائماً إنه يكون في عندك يعني ما يكون ما نترك إذا من النوع اللي ما منقدر نتحمم زيادة في عندنا شامبويات بتكون جافة عبارة عن مثل البخاق أو بودرة بتخفف التعرق وتخفف كمان الأكلات اللي بتسبب أو بتثير الجسم إنه يتعرق زيادة مثل الفلفل والزنجبيل وهي القصص كده الحارة هاي يعني بتثير الجسم إنه يتعرق من كل الأماكن فنحن منخففها أو عم ما علشان ما نثير التعرق بالأماكن هاي وطبعاً كمان الشمس لننسى نقطة الشمس الشمس الاتعاد عنها في فترة الضهيرة القوية جداً بيكون كتير كويس لأنه كمان بتسبب تعرق طيب عندنا خلطات طبيعية علاجية خبرنا من ناحية إنه نحن كيف نسيطر عليها لعلمك إنه هاي المشكلة يمكننا بشكل كبير كتير كتير نسيطر عليها بالطبيعية بالمعالجات الطبيعية بدون ما نلجأ لأي وصفات دكتور في حال جداً إنه قاسي الموضوع ووصل لمرحلة إنه استخدمنا الخلطات الطبيعية وما قدرنا نسيطر عليها فينا نلجأ لدكتور جلدية يوصف إنه إشي كيمياوي بس بالخلطات الطبيعية حتلامسي إنه أنت سيطرت على الموضوع بس بده شوية نفس إنه لما ترجع تعيدي يعني إنه أنت ما تهملي نفسك مو إنه مثلاً إنه أنت استخدمت الخلطة اليوم ورجعت للشامبو الأديم ورجعت مرة تاني لا خلص خليكي على وطيرة وحدة دائماً شامبوكي يكون شامبو يعني منظف قوي ما قدرت تحطيك منظف قوي أنت بس فيك تحطي معلقة بن بالشامبو بيكونك منظف قوي البن مع الشامبو بيصير تنظيف لفروة الرأس جداً عالية فينا كمان نستخدم من ضمن الخلطات الطبيعية الليمون طبعاً الليمون جداً رائع لهذه القصص الليمون لما منعصر بكباي ومنخففه طبعاً بمي ومنخصل فروة الرأس قبل الحمام فيها مع دهك يعني إذا كان في قشور أو أي نوع من القشور أو الطبقات الدهنية الكبيرة فهذا معناته منظف قوي لأنه الحمض هو البقتل الدهون فنحن لما نستخدم الليمون أو منستخدم خل التفاح المخفف فينا نحطه بشكل يعني هيك أنه فوراً نخصل فروة رأسنا فينا نحطه بشكل بخاء ونبخ عليه دائماً كل ما نحس أنه فيه نوع من الزيوت الزيادة هذول إذا استخدمناهن قبل الشامبو نوع الشامبو إذا كان مو منظف قوي بيكون هذول يساعدونا على أنه يكون منظف قوي ويكون أنه إحنا خلصنا أو فتفتنا الكتر الدهنية والزيوت الموجودة على فروة الرأس طبعاً من ضمن القصص القوية جداً في علاج هذه المشكلة عندك اللافندر أو الخزامي زيت اللافندر أو الخزامي زيت مضاد للالتهاب جداً عالي بيستخدم نفسه لحبوب الشباب ففينا نستخدم هذا الزيت يعني طبعاً فينا نخففه بزيت زيتون إذا حسناه قوي لأنه هو قوي كتير وخاصة إذا أنت من النوع اللي حاكي فبيعتي لهبة لما بدك تحطي لأنه زيت عطري وريحته قوي استخدامه لو خففناه مع زيت زيتون كويس ولو استخدمناه مباشرة بيكون كمان نفس الفكرة نحاول ندهن الفروة الرأس قبل دخول الحمام بفترة يعني بشغلة نصف ساعة إلى ساعة من الزيوت القوية جداً زيت شجرت الشاي زيت شجرت الشاي طبعاً كتير رائع مضاد التهاب عالي جداً وبعالج وبتلاقي نتيجته مباشرةً حطتين بتلاقي النتيجة وظهرت معاكي وبالدورة وين الموضوع اللي كان عندك بتصير أنت الدورة عليه لأنه بيكون يعني كتير وفجأة راح خلاص اختفى لأنه عنده خاصية هو مضاد التهاب عالي جداً فلما بتستخدمي لحاله أو أنك أنت جيبي زيت من النعنع أو أنه النعنع اليابس عندك ما عندك زيت النعنع اخلط شوي من زيت شجرت الشاي مع زيت النعنع وتركيهم تقريباً بما يقارب يعني ساعتين لحد ما يداخلوا بعض وبعدين صفيهم واستخدميهم بيصير كتير كويس سهل الحصول عليه فعلياً يعني أنا زيت النعنع هو الصعب زيت النعنع هو الصعب شوي بس بتلاقي عند العطارين هلأ فينا نحن هلأ هيك ننقعه بشوي فترة ونتركهن حيدداخلوا مع بعض طبعاً لازم نكتر الكمية حتى نقدر نحصل ونسكره يعني نحطه بعلبة مغلقة نتركهن شغلة ساعتين ونصفيهن بمصفاية عادية ناخد زيت النعنع مع زيت تجارة الشاي بيكون جداً رائح لهذه الالتهابات لأن زيت النعنع كمان مضاد الالتهاب إنتي هون جاي بنعنع ناشف بس ممكن بردو نجيب النعنع التازة فينا بالعكس بيكون أفضل النعنع التازة بس نقطعه ننخلي الحقيق يعني نفتفتها للورقة بحيث أنه تتداخل بسرعة مع الزيت فينا نجيب الزيت مباشرة تلا متواجد بس أنا حالياً ما تواجد فجبت النعنع لي بساني هلأ في عنا كمان من ضمن هلطري استخدامه كمان قبل الحمام قبل الاستحمام يعني فورا منتحمم بعد ما في شي نتركه أكتر من ساعتين يعني أي خلطة منحكي عنا ما فيها تنترك أكتر من ساعتين لأنه خلص ما عد فيه إلى مفعول تكون بطل مفعولة يعني عندك القرنفل القرنفل جداً رائع طبعاً هذا القرنفل فينا نحن كمان نحط له مي وننقعه وناخد خلاصته بعد ساعتين من النقع المي سخنة تكون حتى تفلفت القرنفل الخلاصة بيصير تونك للشعب جداً رائع هذا التونك فينا نحطه بخاخ ونستخدمه حتى لو ما غسلنا فيما بعد بس يكون له ريحة طيبة ومن نفس الوقت أنه هو مضاد التهاب حلو وبيخفف من هاي القصص تبعية الحبوب أو الزيوت الزايدة فينا نحن إذا ما حبينا المي تبعيته فينا ناخده وندق توم ماية ونخلط التوم معه حتى يصير تعادل بالريحة طبعاً الريحة هتكون كتير قوية أنا ما حاولت أني أدق لكم التوم أجيبه عشان ما أفضل شكراً لإحنا وسلت السكرة فعشان هيك إذا دقينا توم فحسناها وحطينا المي تبعية القرنفل أو القرنفل المطحون ونخلطناه هون بيصير ريك عجينة حلوة ونحط بعدها القهوة ولا لا مشان تخفى ريحة هو على فكرة هو لازم بعدين تستخدمي شامبو منظف قوي عشان ريحة التوم وتطفش لازم يكون فيه منظف قوي وأفضل منظف أنك تحطي مع الشامبو القهوة ظلت عنا الحلبة طبعاً ما حكينا عن الحلبة الحلبة جداً رائعة لتطويل الشعر لكثافة الشعر لحتى أنه إذا الشعر كان بده بروتينات وبروتينات وخفيفة وبنفس الوقت أنه في عنده أي نوع من الأجزيمة أو الصدفية أو الحبوب كل ياتها الحلبة بتقدر تساعد فيها فينا نستخدم الحلبة بعدة طرق فينا أول شي نقعب مي ونتركها من قبل بيوم لتاني يوم ونصفي المي وناخد المي بتصير المي هيكلونة مثل الحليب هاي المي خاص بتكفينا فينا نحط لها زيوت عطرية للمي عشان ما تظل ريحة مو حلوة ونستخدمها لفروة الراس كتير رائعة ومجربة فينا نستخدمها كعجينة مع حليب بسائل نعجنة ونحطها على فاق نعبي شفتي شلون حنة شلون منعبية منعبية فروة الراس ونتركها بس طبعا هاي شوي مؤذية بالغسيل إنه بتحسي إنه فيه فرفيت بالشعر ومع بتقدري تتخلصي منها وفينا نستخدمها كزيت نجيب زيت الحلبة ونحط عليه أي نقاط زيتية مثل زيت النعنى أو زيت اللافندر كتير كويس كنقاط ونستخدمها مباشرة على فروة الراس جدا رائعة ومندعك فروة الراس مندعك ومنتركها ومنسكر عليها حتى تصير فيه نوع من الامتصاص أو فيه نوع من الأخذ والاستنشاق للمادة وبعدين نحن بس أكتر من مثل ما حكيت أنا أي وصفة بحكية ما بتتزاوز ساعتين وحتى ساعتين كتير وخصة إذا البشرة من النوع اللي ما ندهنية أي ففينا نستخدمها بهذه طيب مع استخدم هاي الوصفات شو في عوامل ممكن تساعد لتزيد من فعالية هاي الوصفات حتى إحنا نحصل أكتر على النتائج مثل ما حكيت قبل شوي إنه يا ريت الوقاية يعني إحنا حتى لو كنا مصابين بهذا الموضوع نسيطر على المواضيع التانية اللي داخلية حتى يكون التفاعل مع المونتجات الخارجية جدا رائعة والشامبو بالذات أهم نقطة عنا الشامبو بالذات وإذا كنت من النوع اللي بتقدر يتوصل إلى بحر ترى ميت البحر كتير كويس لتنظيف فروة الراس جدا رائعة إذا كنت من النوع اللي بتحب السباحة بس مو السباحة المسابح اللي فيها كلور كتير لأنه كلور كمان مؤذي بس البحر ذاته يعني يكون فيه ملح إيه الملح إنه حتى أحيانا هلأ في أنا بعض الأحيان بسوي لأبني صغير بعمله مي وملح وكأنه يعني عايش ببحر يعني وكل شوي بحطله على فروة راسه مشان ما يصير فيه أي تحسس من هاي اللحبو طيب تحدثتي قبل قليل سندوس إنه فعليا هاي الخلطات تكفي ما في داعي لطبيب مختص لكن الفترة الزمنية مثلا تلعب دور بأنه لابد من مراجعة طبيب مختص شفنا أنه أخذناها هاي الخلطات وما لأينا نتيجة إمتى بتضبط فينا أو لازم نراجعة طبيب مختص بالنسبة للأطفال الزغاة تقدر يسيطر عليهم بالخلطات بشكل كبير ويمكن تلاقي نتيجة وتفاعل أكبر بس بالنسبة للستات الكبيرة احتمال أنه يكون تأخر وخصة اللي بيكون عنده انضغط نفسي أو عنده انتوتر نفسي بتغير هرمونات أو غير هيك فهدول إذا حسنا الخلطات الطبيعية ما بتجيب نتيجة تكون ثانوية ويكون في شيء أساسي بيوصفه الدكتور من الصيدليات بتجيبه بعض الغسولات وبعض الأصص اللي بتنحط على الشعر بشكل موضعي كتير بتجيب نتيجة فبيكونوا الدعم اتنين مع بعضهم هداك الوقت بيكونوا يعني اتنينتهم بيساعدوا أنه نتخلصهم من المشكلة طب فيه أشخاص بيروحوا هيك يعني من بالهم بيروحوا بيجيبوا بعض من الشامبوهات أو الخلطات من الصيدلية هل بتنصحي بهذه الطريقة بشكل عشوائي نروح نشتري ولا لا لابد من مصفة طبيعية أي عشوائية موحلوة خصوصة إذا أنت ما كنت عارضة نفسك للدكتور يعرف إشو حتى على مستوى شامبو شامبو فينا نجيب شامبو صحي وطبيعي وطبي من الصيدلية طبعا كتير كويس بس أنه تكون الصيدلية تحكي لمشكلتك يعني مو أنه من كيفك سمعت صاحبتك استفادت عشانبو جبنا نفسه بس أنه نحن نسأل الصيدلانية لأنه أكيد فهماني بالموضوع هذا في نقطة كمان لازم نحكي عنا أنه نحن لازم نكون عنا الخلطات الطبيعية حتى في أحيان أنه ما بيكون عنا هاي المشكلة أو نحن ما لنا مصابين فنحن مو غلط لما نستخدم الليمون مثلا نغسل فيه وفروة راسنا بين فترة وفترة لأنه كل نياته بيعطي أنه حيوية للشعر أنه الشعر تنضف الشعرة والبصيلة وترجع تعطي إنتاج حلو يعني فمو غلط لما نستخدمها ضمن الأيام العادية حتى لو ما كنا مصابين يعني فعلينا صاحي قيمة شكرا كثير لألك ولوجودك معنا أخصية البشرة والتجميل سيدو صعبار شكرا